ترجمة نانسي قنقر 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 قبل أمس في وهر عمار سعداني كانت القاعة كان يوم مهرجين للنساء في القاعة وخارج القاعة لهذا ما نستغربش في الأسبوع الأول الآن لازم نفوت لمرحلة تانية لتحسيس المواطن أكثر ولكن العمل الجوال اللي يقرم به نحن وشخصيا أعطى اتمرته بداعت اتمرته لحتى الآن طيب دكتور ما شوش باللي يعني بعض الوضوض الفعل اللي وجهها بعض ممثل الرئيس في الحملة الانتخابية نتكلم مثلا عن الوزير الأول السابق اللي هو موديل الحملة الآن في بعض الولايات كانت الناس تلاقيه ببعض الشعارات بعض الشباب وكأنه ينتقده ينتقد الحصيلة وأيضا هذا حدث لبعض ممثل الرئيس يعني الوزيران عمار غول وعمار ابن يونس أيضا واجهوا مشاكل في بعض الولايات هل ترى في ذلك رفض بترشح الرئيس أن تشوف فيه ماذا لا 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 ما نربطش ترشح الرئيس مع هد المنواشات أنا أقول لا منواشات إلا تكلم على ورقلا ورقلا فيها مظاهرات وانتفادات منذ سنتين تقريبا منتاع الشباب البرطال تاع الجنوب يعني انتقلت من المرحلة القادمة إلى الآن بوميردا سولا مرسيليا منوشات بسيطة لأن كذلك الرئيس ما رأيش يقول بالمئة في المئة انتاع الجزائريين رم أيدينو ولكن الأغلبية صحيقة معين هذا ما يقلقناش أبدا ولكن لازم الآن نركز على العمل الجواري الشيلي قايم به أنا يعني في العمل يعني منقوش متوازي مع مدرية الحملة ولكن المسؤوليات التي تقلتها في الدولة في التضامن الوطني في التشغيل في الصحة سمحت لي بيش يكون عندي شبكات وعلاقات مع المجتمع المدني مع الحركة الجمعوية وركزت منذ بداية الحملة على الجانب الإنساني الجانب الاجتماعي الجانب لرئيس الجمهورية في الخمسطاش سنة وعلى سبيل المثال وتسمح الأستاذ عبد النور الشيلي اللي قدمناه لحد الآن تشوف المصالحة الوطنية المصالحة الوطنية الملساقات أنا جانب الملساقات يعني التقليدية الرئيس طبعا معروف نعطيك هذا الصورة يعني الشيلي قام به الرئيس وأنا كنت منفد برنامج الرئيس خمسطاش سنة مع الطفولة مع الطفولة المسعفة مع الشيخوخة هذه عجبتكم كتير قادم هذه ما فهمتش يعني خارج برنامج الحزب يعني مبادرة شخصية منك رك تقوم بطبع هذه الملساقات التوزيعة تحت إشرف الحزب لكن أنت اللي تنفد أنت اللي باقي تنفد فيهم أنا نفد فيهم مع الجمعيات استقبلت عشرات من الجمعيات عشرات من مئات من الجمعيات ونعمل معهم كذلك مع المنظمات الطلبية شاركت معهم ويشاركوا معنا مع الشباب الأوراس عندي الآن علاقات وثيقة ومتينة مع المنظمة ما تسمى تنسيقية شباب الأوراس اللي تشمل تبسى باطنا خنشل أم البواقي وسوق حراس العمل اللي نقوم بيحنا هو عمل جواري عمل اللي نتناقش مع المواطنين ونذكرهم وذكرت تنفاع المؤمنين باللي الشي اللي قامت به الدولة فيما يتعلق بالعجازة بالطفل المسعفة بالنساء المتطلقات بالمعوقين دهنيين حاركيين السم البكم كل هذا في عهد بوطفلقة وانا كنت المنفت هذا البرنامج أعطى تماره والآن جزائر أنا أقول البلد الأول في العالم العربي اللي عنده هذا الهياكل عنده هذا السياسة الاجتماعية التضامنية لخرقها على العداء أنا ركزت على هذا الجانب وركز على الجانب وعنده صدى قوي مع المواطنين صدى قوي لأنه يتهطلوا الآن على مكان تعالى المركز وعلى مركز كذلك المقار تعجبها تعذير الوطني يعني تشوف أنت الشعبية الرئيس هي نفسها أو ربما تشوفها أكثر مقاراة بالألف وتسعة وفي الألف واربعة شو الأستاذ عبد النور ركز صحافي ما هروا تعرف تعرف شعب أنا أنا عارف شعب أنا عايش مع الشعب كنت خمستاش سنة في الحكومة دائما في الميدان ما شيء إلا في المدون الكبرى في القورة في الماشاتي يعني في الجنوب الكبير كنت دائما في الصراء وفي الدراء معهم العلاقات ما بين الشعب وعبداليز بو سلقة علاقات متميزة خارقة على العلا ولا واحد ينكرها إلا الجهل ويقول لك إذا خاطبوكم الجهلون قول سلام آيا وكاريما العلاقات ما بين يعني ما نقول شعبية أو سما تابوت يعني ce sont des rapports fusionnels entre le président et le peuple algérien لهذا الشعب لما السيد الرئيس أصاب أصاب هذا المرض هذا والمرض يحضر ويغيب كما الساجعات حضر وتغيب مرض الحمد لله الآن رأى في نقاح رأى العودة إلى الحياة العادية هذه قلتها لكم للشروق هذه خمس شهور ولا ست شهور العلاقات ما بين الشعب الجزائري وعبداليز بوطلقة ولا واحد يقدر يمسها ولا يشك فيها يعني أنت متأكد أنه الوضع الصحي يسمح له بأداء المهام الدستورية كرئيس الجمهورية أكيد أكيد قلت هذه الصحة في أنتعكم في مقار الحزب وفي مجلس الأمة بالصحة في أنتعكم شيء اللي قلت هذه خمس شهور رأي تحقق الآن وقلت لي كانوا متشكين كانوا شكوا صحة أنتعوا لهذا أنا المجلس السوري فصل فصل فيما يتعلق بالميلف من تاع الترشيح المجلس السوري فصل و فيها شهادة طبية يعني تعني شهادة طبية في هذا الميدان لازم كطبيب من أقدم الأطباء الجزائريين مع محمد تومي ربي يطوله عمره الكارديولوج أنا من أقدم الأطباء الجزائريين أنا من شكش في نزاهة وفي صدق الأطباء الجزائريين نحييهم طبيب الأطباء الجزائريين اللي قدموا شهادات طبية بكل وعي وضميرهم مرتاح وقاعد بعد شكيك من بعد المقولات من بعد الصحف ولكن نذكر والذكر التنفاعل المؤمنين هو قاسم الطبيب المسلم كان للشرف العظيم في السبعينات في الكويت اللي سياغت هذا القاسم قاسم الطبيب هذا يعني كان قبله قبل 2400 سنة قاسم حمورابي ولا قاسم إبوكرات هذا فش يختلف معهم يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم ويقول أقسموا بالله العظيم أن أن وهذه لازم نذكرها أن أحفظ للناس كرماتهم وأسطر عوراتهم وأكتم سرهم لما بشر من عائلة انتعك ولا عائلة يكون مريض ليس أن يحترموا في التقاليد الجزائرية من بلاد القبيل إلى التوارق من الشوية إلى تلمسان عندنا تقاليد قادمة ومحترمة السر الطبي ما يخرج يعني ما يخرج السر الطبي ولكن ما يكون شخصية عمومية بمرتبة رئيس أكثر لا تشوف أنه من حق الجزائريين أنهم يعرفوا بالضبط واش عندهم هو قال قالها في الرسالة أنتعو قالها في الرسالة أنتعو الرسالة الأخيرة تكلم عن الصحة أنتعو بكل صرحة تكلم عن الصحة أنتعو بكل صرحة الجزائريين أنا أقول التقاليد التانى لما بشر إنسان يكون مريض في العائلة الإنسان يحفظه على الكرم أنتعو وعلى السر أنتعو لما يكون رب العائلة أكثر ولكن هنا رب العائلة الجزائرية لازم نحافظ عليه يعني الكلام اللي شفته ما يعجبش وما يشرفش الناس اللي تكموا ذلك الكلام هذا رئيس الجزائري لازم نشرف الجزائري اللي ما نشرفه يقول لك طيب سيقول العباس قبل خمسة أشهر وستة لما كنت تتكلم على صحة الرئيس يظهر لي قلت كلمات نقلها عليك الإعلام وكأنك كنت بنت متفاعل أكثر من اللوزوم مثلا تكون تقول باللي الرئيس رغو بصحة جيدة وراه غادر الكرسي المتحرك وراه يمشي على رجليه وراه يتكلم كما أنا وأنت لما كنت تقول لنا الصحفيين وشفته ويتكلم غادر كرسي المتحرك ويمشي يمشي صلي عن بي راح الآن في اللقاح وفي إعادة تأهيل يمشي ما رايش يجري الصوماتر مثل أوسين بويلت الباطل العالمي ولكن المرض مش حاجة سهلة نتكلم كطبيب الآن لماذا تكون هذه الصورة مثلا تظهر للجزائريين وأنه الرئيس مثلا يمشي تتحرك جي إن شاء الله أنا قلت لكم للصحفيين تاكم لما سألني في مجلس الأمة والصحفية الكريمة اللي سألتني في مركز جبهة تحرير الوطني بل يذو كنت شوفه يتكلمه وشفته وما زالت شوفه أحسن من اللي رأيه الآن يعني أنت كنت على اتصال معه في المرحلة هذه يعني أنا شوفه هو في اتصال معك من الشعب الجزائري كان شي اللي ما بين المواطن يعني علاقات يعني علاقاتي مع السيد الرئيس ونقولها الوفاء لفيداليتي إلى الويوطي الصداقة معاه قبل تسعة وتسعين صداقة أنا كنت من هؤلاء الناس اللي ما كنتش تهربوا عليه وقت اللي كان معزول ظلما وحقرا ما بين الف وتسعمية وتسمنين و الف وتسعمية وتسعين بالعكس ولكن منذ ستاش عفريل تسعة وتسعين نهار من بعد انتخابه رد تحول هنيته كرئيس ولي حد الآن السيد الرئيس والسيد الرئيس ما بقاش سي عبد العزيز بكلمان لا منذ رأي رئيس قالك بسم الله الرحمن الرحيم دكت ترجع لي الآية دكت ترجع لي الآية طيب سيقول لك بس لما الرئيس ركت تقول الآن باللي يعني وضعه الصحي مستقر وباللي راه يقدر يتحرك وباللي راه يقدر يمشي لماذا بان في آخر الصور اللي ظهر فيها سابقا لما راح للمجلس الدستوري أو في آخر صورة ظهر لها لما التقى الفريق قيد صالح يعني من زل حد الآن نستلاحظوا أنه صوته خافت ناقص كتير ويظهر يعني يعني يخلف الناس من الوضع الصحي نتعوه من هذه ناقلتها ونكررها نترك صحفي وتعرف كأننا شي لتكلموا على الصحي نتعوه أنا ما نقول ما عنده أي مواطن في أي مستوى كان ما عندهوش الحق يتكلموا على الصحي نتعوه إلا الأطباء والأخصائيين وفي إطالة احترام بسم الله الرحمن الرحيم أعطي على الله هو الرسول وأول أمري منكم الناس من الإنسان يحترم هذا رأيس دولة الناس ربما يخافوا على مستقبلهم لهذا يحبوا يطمأنه أنه هذا الرجل الذي رح يحكمهم طوال خمس سنوات أنه يعني في كامل خمسة ولا عشرة إن شاء الله إن شاء الله يعني مهما يكون الفترة أنه الناس تحب تطمأن أنه في كامل لياقة والصحة لتخليه يقدر يتم بمشاكلهم هذه الفرصة أعطت أن يشعر وكنتما مشكورين باش نطمن الشعب الجزائري والله ما يخافوا بالعكس هو وعي كل وعي لو عارف لو شك إلا ملي مشك باللي ما يقدرش يقوم بمهم أنتعو والله ما كان يترشع والله يقبل ترشع أبدا هذه لازم تابع النشاطات سعد رئيس إش حال تقبل من رئيس حكومة ومن وزير ومن مسؤول ما نتكلمش عن الجزائريين على أجانبين ولا قيد صالح ولا إحياء ولا لا نتكلم عن الأجانب واش ترى مش يتكلم معهم إحنا مجنونين في هذا البلاد يستقبلهم سمح لي عفون تفضل تفضل مش مشكلة بكل احترام لك كي يستقبلوا ساعة ساعتين ويتكلم معاه واش ترى يتكلم معاه بلغة اللونغاج ديسين راي يهضر معاه ورد فعل الأجانب ومتع ضيوفنا اللي يجي ويزورونا رأطاه ورأيهم يقول لك الحمد لله رأي يتحسن من حسن إلى الأحسن ما نشوف هذه بش يعني ممكن بعد 18 أبريل جزائريين راح نشوفوا رئيسهم واقف في استقبل يمجح يتحرك إن شاء الله معلومات مؤكدة عندك إن شاء الله إن شاء الله أني أقول لك إن شاء الله طيب نرجع لنقطة وحدة أخرى كن بين الأشياء التي تكلمت عليها في الفترة الأخيرة كنت تكلم على تعديل الدستور كنت يعني تتحدث وتقول وأنت واثق أنه سيكون قبل الانتخابات الرئاسية هذا لي كان برمج كان برمج ولكن بعد يعني مراد وتحليل السيد الرئيس للوضع العام في الجزائر هو أنا التحليلي الخاص هذه ما قالها ليش هو لكن التحليلي الخاص ونتحمل كل مسؤوليتي كان بدو ما يخلقش درجة في الأوساط اللي كانت شاكة في الدستور عنا الدستور منذ 2008 فوت الانتخابات وره صرح في الرسالة الأخيرة باللي تعديل الدستور يكون بعد الانتخابات ومن بعد مشاورة واسعة مثل الحوار الوطني اللي كنت شاركت فيه هنا في الفين في تسعة تاتة وتسعين عف تاتة وتسعين تاتة وتسعين اللي كنا النذوة الوطنية اللي كان هو مش يكون رأيج الجمهورية وباش عطيتني الفرصة باش نذكر مش متمسك بالحكم هو ربعة وتسعين اليوم خمسة وعشرين جاوبي 24 جاوبي كنا في الأوراسي باش نجيبوا اللي باج اللي نذوة الوطنية اللي تتبيت اللي تعيين رأيز دولة نتكلم على الضابط السامي اللي كان معايا موجهد الجيش قلي جمال صايا خلاص رأكمل مع الجيش وغدو ان شاء الله فهذيك الليلة ما بين ربعة وعشرين جاوبي لاتة وتسعين يعني يتكلم يعني يتكلم عليها فيما بعد هو لأنها كانت تكلم معاهم وتكلم معا شخصيات كاللي ينبهوها كالناس اللي عقال قالوا حدروه يعني حدروه زروالة ربلي ذكروا بخير قرر باش كنوا يعني باش نساحب تكون انتخابات وقع عليه كذلك طلب واستقبل الشيخ نحنا استقبل الحزاب وقالهم هذا ما عندي شروط ولكن أنا حر مساقل طبعا عوضوا جبهة تحليل الوطني اللي جل مر قادية ولكن أنا مرشح الشعب والله العادي كان لي جاهلين المهارة نتاعوا والحين كان نتاعوا أنا عملت مع 15 سنة كنتنا عارفوك صديق فيما ولكن منذ 15 سنة السيد الرئيس مدرسة لكنت الشي اللي قدروا نفهمه من كلامك أنت تقول باللي الرئيس قادر جسديا بدنيا فكريا أنه يمارس مهامه مش كما آخرين يقولوا باللي يكفينا مخه ويكفينا عقله لا لا نقول الشي اللي يديز به نأكد عليه ونمشي معك مئة في المئة قادر يقوم بالمهام نتاعوا ما أقول لك كيف يحق له ولا المخ نتاعوا نقول أنا بللي عنده كل إمكانيات الآن بش يسير البلاد أنا كنضيف عندكم خلكم بللي رئيس الجمهورية موش شيف دوشانتي هو 14 سنة 13 سنة هو يجول على كل ولايات ونكت مع كتير في الجوالات الآن خلاص يعني الورشات ريها والمختتات ريها ماشي أبقى شي اللي ناقص فالخمسين إن شاء الله طيب سيوند عباس لما تقول بلي الدستور كان جاهز وقلت بلي اللجنة المكلفة بإعداد الدستور أنهت الإعداد وش المطلوب من هذا الدستور في رأيك أنت هذا التعديل الدستوري اللي رأنا رايحين له بعض الانتخابات وش تتوقع يكون فيه لا الآن ما يبقاش ما تبقاش نفس سياها اللي كانت قبل الانتخابات أكيد لأنه واش قالت سيد الرئيس قال لك بعد حوار وطني مشاركت هذه كانت لجنة مختصة فيها سيدة بن باديس فيها هذا اللي قامت بذور يعني هي مشكورة ذور تقني هام ما ولكن الآن الظروف تغيرت رأيك فيه طلب جديد فيه شباب فيه حركات والسيد الرئيس يخدم الاعتبار كل طلبات تنتعى المواطنين اللي يطلبوا ويشاركوا في نوش في السياغة ولكن يعطيوا رأيهم ويكون أخدم الاعتبار الرأي ينتحهم في الدستور ما يسمى توافقي كونسونسيال اللي يكونوا في كل عراء ما يكونش فيه ربما مية يصوت ماشي الهدف ماشي الهدف ماشي توقع ما هو الهدف في نهاية لا هذه ما نتكلم عنها الان ما نحضر نتكلم عنها لكن قبل الانتخابات يعني قبل اشهر كنت تكلمت باللي هناك توجه لتحديد العهدات انها تولي من سبع سنوات وعندها قبيلة تجد مرة وحدة لا هذي ما كي سأل عني اقول هذي كم من سبعة الخمسة هذك فيما يتعلق الفصل ما بين سلطات القوة اكتر للعدالة يعني واستقلال العدالة استقلال يعني دور الجيش كذلك اللي راي تكلم عليه لان كتير يراجع في الدستور في التعديل القادم اكيد كل السلطات احنا مشين دولة عصرية الان بمعنى الكلمة بمعنى الكلمة ما نبقاش في الدستور القادم ما نبقاش الرقع الرئيس ما بدوش يرقع بدو يكون تغيير جدري اللي يرضى كل المواطنين واللي يضمن المستقبل تاع الأجيال توقع الجهاز التنفيذي مثلا رح يرجع منصب رئيس الحكومة مثلا ولا كيف تشعر ربما صلاحية أكبر للبرامان ربما عادي احنا يطالبين في جبهة تحليل الوطن ولكن انا انا شخصيا مع نظام رئاسي انا اقول مع نظام رئاسي نظام رئاسي نظام رئاسي بدور طبعا فعال البرامان انا بودي في التعيين تغيير الدستور ونشارك فيه ان شاء الله اذا ربي طولنا عمرنا مجلس الأمة نعطي له اكثر صلاحيات الان مجلس الأمة ما عنده صلاحيات لتعيين بعد المواد انا ماشي ماشي معادي في السبعة وتسعين طبعا كان كان ضرورة و سيبن صالح ذكره بالخير انا كنت معا في المجلس الوطني الانتقالي رئيس الانتقالي هو كرئيس المجلس الوطني الانتقالي كلفني بمهمة اصبوع كامل في المانيا مشيت للمانيا باش درست مع الالمان الدستور انتاحهم وانشاء ما يشبه مجلس الأمة عندهم الابون دسرات قعت اصبوع مع قراتشي الله غرفة عليا يعني غرفة عليا يعني اجبت التقرير يعني اصبوعنا نعمل معهم مع الغرفتين ومع الحكومة الألمانية وعطيت اعطينا لسيبن صالح الوثيقة اللي هو سلمها طبعا لرئيس دولنا ذاك وعلى ضوء الظروف اللي كانت موجودة وقاع انشاء مجلس الدولة الان يتغير فيكم صلاحيات أخرى انا مع صلاحيات أخرى طيب نعودوا نرجعوا للقراءة اللي ممكن تقدمها لعودة بعض الوجوه عودة ويحيا إلى منصب مدير ديوان الرئيس أو عودة بالقادم إلى منصب مستشار وزير مستشار وزير دولة مستشار لدى الرئيس كيف تشوف هذه العودة في عز الحملة الانتخابية يعني تشوف سي سلال غير لعب الدور انتعوا وهذه السنة الماضية يعني هاي يقولها بكل صراحة الشي اللي قام به الدور يعني يملأ الفراغ اللي كان موجود بالوجود انتعوا يعني يوميين في كل 48 ودايا سمح الدولة باش تستمر لأن كتير يقول لك لما يش سمعوا الجزائر يعطيوا صورة يعني كن أهل جزائر صحراء واللغابة لا المؤسسات ماشية الجيش ماشي يعني الحكومة ماشية تعمل يعني المؤسسة رهي تمشي عاية شتغل عادي يعني مفيش ايه هي كل شي عادي بقات الحملة الانتخابية نظرا للظروف لغياب الرئيس يعني في الحملة الانتخابية يعني وجود السيحم الوحية واسيب الخادم يزيدوا أكتر قوة لمديرية الحملة باش لأنها الكلمة تحمس موعة ويحيى على كل حال منذ ربعة وتسعين هو في الحكم كان مدير ديوان رئيس الزروال ثم كان وزير دولة وزير العادل ثم رئيس حكومة ثم وزير دولة موطن الشخصي ثم رئيس حكومة ثم رئيس حكومة يعني لما الآن يكونوا في هذه المناصب رحين يعطوا قوة أكثر للحملة الانتخابية أكيد ورما أعطوا القوة يعني انطلاقا ما تشوشوا باللي هذا استعمال لإمكانيات ومناصبهم في الدولة من أجل دعم مطار الشحف لا هاواء يخرج إلا في العطلة الأسبوعية المهرجان التي يقوم بها السبت الجمعة والسبت فقط بالخادم لا عنده منصب تنفيذي مستشار مثل المستشارين ولكن ومستشار خاص وهذه الدولة رح يقوم بالحملة نتعوه في الولايات ولكن في الأحزاب الأخرى في سعداني رح عندي البرامج نتعى سعداني عنده تقريبا 28 خرجة 28 مهرجان فيه السبن صالح اللي كذلك عنده خرجة رجلس الأمة رجلس الأمة ولكن أمين عام لل الـ الـ متشو بلي الدولة كدولة بشكل عام بالأجهزة سواء مركزين أو محليين لم تكن في 2004 أو في 2009 من خرطة تماما في تسير الحملة الانتخابية كما هي اليوم الآن لا لا كان دائما دائما موجودة غير ما دائما كان الدولة مدعمته في الحملة الانتخابية ماشي مدعمته مواقف هذه الله يخليك مواقف مواقف ذلك بن صالح ما كانش أمين عام للأراندي سعداني رأى أمين عام لحيجي بتحرير الوطني ويقوم دوره ما عندوش منصب تنفيدي ولكن رئيس مجلس الشعبي الوطني السابق هذه مهمة كذلك هوا تشوف العربي والدخليفة اللي راه الآن رئيس مجلس الشعبي الوطني وراه موجود في المنصب ما راش يقوم بالحملة بوعلام بسايح رئيس المجلس الدستوري السابق كذلك ما أقومش بالحملة ولكن الآخرين عندهم مراصب سياسية أمين عام حزب أمين عام حزب أمين عام حزب ولكن شو كل هذا الحملة ولا غير حملة اللي قلته في البداية نكرره لك أستاذ عبد النور المحترم العلاقات اللي ما بين الشعب العزيز بوت في اللقاء والشعب هي اللي تفصل وسبعت عشر وهي أقوى من هؤلاء كلهم فأعتقد كل شيء يعني تغطي كل شيء لجنة مراقبة الانتخابات اللجنة السياسية للمراقبة الانتخابات تندد وتقول بالاستعمال الرئيس لأسلوب هذه الرسائل اللي تقريب من كل تلتية واستعمال وخلط ما بين منصب الرئيس ومنصب المترشح يساوي يقرروا الدستور رأي رئيس الجمهورية حتى مش اليوم 17 أبريل حتى أما هو أما الرئيس الجديد أبريل اليمين الدستوري رأي رئيس الجمهورية عنده صلاحيات رئيس الجمهورية يبقى رئيس جمهورية يبقى يقوم بالمهام مثال بسيط ربي يعفين منه يكون حرب يكون اللي يقرر رئيس الجمهورية نبقى بذور رئيس الجمهورية هذه المهمة موجودة في الدستور كانت عندنا ولا في الدستور الأخارين تعدو الأخرى رئيس الجمهورية يبقى رئيس جمهورية إلى انتخاب وتتبيت لكن يسلوب الرسائل هذا ما كانش مستعمل قبل الحملة الانتخابية يعني راهه جديد يعني المشكلة أنه الرئيس المترشح انتظر حتى بدات الحملة الانتخابية وأصبح يطل كل يومين ثلاثة أيام على الجزائرين برسالة هذا هو الفرق اللي تشوفوا الملحى باش أعطاهم الصورة الحقيقة وعن الصحان تاعه وعن النظرة يعني يعني الرؤية المستقبلية للبلاد لازم يتكلم طيب بعت بطا شافريل دستوريا راح للحكومة تقدم استقالتها ورح تكون في حكومة جديدة ممكن شوفوا جمال ولد عباس في الحكومة القادمة شوف يا أساد عبد النور هذا السؤال حنا علمونا في حزب الشعب الجزائري بي بي اللي كنت عوضوا فيه ماتين وخمسين علمونا قراؤنا ورباؤنا في يعني الحركة الوطنية ما تطلبش على المسؤولية وما ترفدش المسؤولية عمرك ما تطلب المسؤولية أبدا لي تطلب المسؤولية والله ما يشوفها وعند بودفليقان عنده نفس نفس المدرسة أنت عن بي بي إلا عرضوا عليك مسؤولية ما تقدرش ممنوع عليك ترفضها يعني طلبوها خيانة ورفضوها خيانة كما يقولوا في الأدبية تعجبت هذه هي طيب لو عرضت عليك وينت قدر تلقى نفسك أكتر أنت الآن عرفوا باللي والدعباس كان شغل وزارة التضامن ووزارة الصحة هل عندك مثلا تشوف باللي ممكن ترجع إلى إحدى الوزارتين أنا الهوية أنتائي وراكتبعت المسيرة أنتائي منذ السبعينات هي العمل الإنساني العمل الاجتماعي العمل الجواري مع المواطنين المحقورين المغبونين مع المهمشين مع المجروحين مع المرضى هذا هو العمل التي قمت به داخل البلاد وخارج البلاد نخرج من إطار هذا يعني أي مسؤولين أقدر أن نتقل لا نخاف من المسؤولين ولكن القروحي كما يقول في الدرجة هي في الميدان الاجتماعي في الميدان الإنساني في الميدان الجواري في الميدان الحنان والمحبة وتضامن مع المواطنين رائع وكأنه نفهم من كلامك وكأنه التجربة وزارة الصحة لم ترق لك كثيرا ما رضتكش بزاف ماشي ما رضتنيش أنا السؤال يعني أنا لما وصلت وزارة الصحة لقيت أمامي جبل هيمالايا هيمالايا يعني أعلى جبل في العالم نتعلم مشاكل حلينا مشاكل حلينا مشاكل كان مشكلة نتعلم ندرة الأدوية واللقاحات الموجهة للردع كان مشكل كبير كان مشكل كبير والآن في نظرة الأدوية هل نحلت في ما بين يعني دقيقة وتانية هذا العمل اللي قمنا به قبل سنتين ونص بأمر من السيد الرئيس وبالمساعدة نتعسي حمد ويحيا كانت لابيسيا المركزية السيدالية اللي تصول لدي السيدالية المركزية كان عندها سبع عشر مليار دينار ديون كانت تعمل إيلا بالدوين داخل البلاد وكان عندها خمسين مليون أورو مع يعني المخابر الأجنبية ديون ديون لهذا دائما نقص في الأدوية ماسي كان مجلس وزاري مفترك ماسي أحمد ويحيا اللي يعطني الدوء الأخضر وكان البنوك موجودة عطى أمر البنوك قال ما عطونه مدرهم 80 مليار دينار ودفعنا كذلك الديون للخارج والآن إلا تسأل الموظفين والمسؤولين انتعى المركزية السيدالية يقولوا لك منذ سنوات لحد عمر رامي عشتنا الراحة اللي احنا في الحبوحة المالية يعني الحبوحة الأدوية موجودين اللقاح موجودين كل هذا موجود الآن طيب انت كنت كلمت في المرحلة هذه قلت باللي كان فيهم مافيا حقيقية في سوق الأدوية وأنه كانت تضخم الفواتير متاع الأدوية المشترات بعشرة خمستاشر مرة هذه قلتها واحدة واحد ما يخوفني ما نترى لعشها الكلام منزحي لأنها درس الملفات يجيب لك ملف يقول لك نستورد الدول الفلاني ويعطيك سعر تعد دول لما قررنا مع السعر اللي موجود دوليين وفي البلاد اللي يصنع هانا أنا كلمنا نادينا المسؤولين خلوا رأيكم رايحين لأنها هذي يعني الفاتورة تضخيم الفاتورة الأموال تعد تضخيم يمشيوا بعملها صعبة لخارج يبقوا في الخارج في سنة ونص مئتين وقلتها وخمسين مليون أورو اللي 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 اللقناها في تضخيم وقبلوا فورا باش يخفضوا الأسعار تعم باش مكانش نياحة سنة أنا واجهت هذا طبعا خلق لي مشكل وتم ما عارفينها مع من خلق مشكل خلق مشكل مع الناس اللي كانوا مستفدين من هذا تضخيم الفواتر وأنا قلتها للأطبة قلتها الأساتيدة قلتها باللغت كنت أنا في حوار مستمر مع نقابات على الأطبة كانوا العامين والخاصين والأساتيدة أو شبه الطبي أو شبه كلها باللغتهم والآن الحمد لله خلت ترجع المياه إلى مجرهات طبيعية هذا فيما يتعلق بالأدوية ولكن الأطباء والممرضين كانوا في انتفاذة مستمرة لأن وجور انت على الطبيب وانت على الممرض بهدل خلينا في قضية الأدوية بعد لما بدا هذا الميلف انت وضعت مجموعة من الحلول لمواجهة الندرة اللي موجودة في اللقاحات وفي الأدوية كانت قلت من بينها الشراكة مع الأجانب عملتها مع الإماراتيين ومع مخابر أمريكية أمريكية وقعنا في واشنطن مشيط مرتين واشنطن وكانت دعوة من وزير الصحة الأمريكية ومن هارفارد 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 أول جميع في العالم بعد زيارتين ريكتور يعني مدير هارفارد جل هنا للجزائر ومعايا نصبنا الحجر الأساسي للمركز البيوتكنولوجي في سيدة عبدالله كانت لاتها في العالم وقعت اتفاقية مع الإماراتيين أيضا مع الإماراتيين فيما يتعلق ب لكن الحكومة فيما بعد بعد ما روحت نتال حكومة ألغت هذه الاتفاقيات على مستوى الإمارات الغلو الاتفاقية طبعا وصرى فيه تراجع على مستوى الاتفاقيات مع الأمريكيين وقالوا حتى من الوقت هذاك رئيس أو دكتور بكرت اللي كان يمسك عمادة الأطباء كان قال بللي الأمريكيين يحاولوا يحولوا الجزائرين لفران تجارب لأدوية ومواد صيدالانية اللي مازال ما خرجتش إلا تتكلم على هذا السيد لا نحكو على فكرة الحلول اللي قدمتها ومن بعدين الحكومة تخلت على هذه الحلول لماذا؟ تارك صحفي منذ سنين وسنين تارك أنا مارس ثقافة الدولة الشي اللي قمت بها قمت بها ما نتكلمش على اللي جاء فيما بعد أبدا أبدا ألأش يتخلوا على السياسات نجحة في رأيك؟ واش نقولك أنا في ثقافة الدولة وتسمح لي نكررها مرة داخرة تخافة الدولة اللي جاء بعدي ما نتكلمش عليه واللي كان قبلي ما نتكلمش عليه أنا هدية ثقافتي ما قلش كلمة دونية لا اللي قبلي ولا في ما قل هاش خلي دهر دهر كشاف دهر كشاف نقطة أخرى ميلف وحدة أخر لما جيت الوزارة الصحة كان مشكل كبير وكانت الصحة فتكلم عليه موضوع نتاع لقاحات الخاصة بإفلوينزا الخنزير اللي كانت سوردت من هالبلد كانت عملت طلبيات بعشرين مليون وحدة ولكن بعد ستراجع عليها وطلب منك أنك أنت تلقى حل المشكلة باش تفك الارتباط والتفاوض مع المورد الكندي أنا استقبلت أنا استقبلت وستقبلت المدير العام وفرضت عليه باش يعني الفرق تاع هذي 15 مليون لقاح يعطيها بلقاح أخرى وقبل ووقعنا عديت المشكلة فيه جنب منها راح تحرق لك فيه جنب تخلصت منها جنب من 80% تخلصت منها ليه من لماذا الموصول حولوهم لا لا حولوهم منها إلا لقاح تاني مع جيسك أقولها بكل صراحة شيء اللي قمنا بي في وزارة الصحة لا تتكلم على هذا الميزان تتكلم على السرطان مخطط السرطان اللي قدمته تسيد الرئيس في جلسات رمضان وقدمته في موسكو في القيمة وزارة الصحة العالم قدمته في موسكو واتوميلا قدمته في الولايات الأمم المتحدة كانت جلسة فيما يتعلق السرطان قدمته في الجلسة العامة واتوميلا قدمته في جيستاف روسي جيستاف روسي في جويف في باريس أول مهد لمحاربة السرطان في العالم معروف كيف تكسر أنه إلى حد الآن ما زال الحديث على أنه المراكز الصحية والاستشفائية الجزائرية ما زالها عجزة فعلا عن أنها تلبي الحاجيات الملحة لألاف مرضى السرطان هذا هو أنا الموخط اللي قدمته كان كل هذا الجوانب موجودة فيه أولا فيما يتعلق بالأليات للأشعة راديوترابي كانوا تلت شركات في العالم كان في الولايات المتحدة كان إليكتا ما بين الإمارات والهولندو وألمان وكان سيمانس سيمانس نسحب هذه سنة ونص بقوا اثنين دعيتهم الاثنين باش نوزع ما بين هذا وهذا كنا بخطين سبعة وستين جهاز باش نغلطي تراب الوطني لكن المشروع ممشاش علاش نشوفوا سؤال تاني ما تحبش تعلق على الناس اللي جوا فيما بعد عده قلت بتقافة الدولة بتقافة الدولة لأن نحترم كل واحد بكل صراحة خلي طيب لما جاء سيولد عباسي لوزارة الصحة كان من بين الصور اللي مازالوا جزيرين يحتفظوا بيها أنه يظهر في نشارات أخبار ثامنة وقام بتوقيف في بعض المسؤولين في بعض المصالح الاستشفائية اللي يعتقدوا هو قال بللي ما قاموش بالواجب نتاعهم في استقبال المرضى وتقديم ما يكفي من الخدمة الصحية هذا الأسلوب هل تعتقد أنه ناجح في ردع في منع التسيوب اللي تكلموا عليه في المراكز الاستشفائية لا نجح لأن أنا ما نوقف وما كنش عندي هذيك السياسة منتاع التوقيف الشامل مما تحقيق تحقيق أنت يعني المستشارين في عين المكان لما يتبتوا باليوقع خطأ كنت ما نرحمش لأن هذه صحات المواطن ما يبين حياة وموت وبهذا المناسبة نقول لك بكل صراحة فيما يتعلق الممارسين الطباء أو ممرضين أنا حيهم بكل صراحة شي اللي قايمين به لحد الآن لما تشوف حياة الإنسان في 1962 يعني أمل حياتنا كانت 47 سنة الآن ريها 77 و 78 نيسا 78 سواء سحين للرجال شهد بفضل السياسة متاع الدولة فيما يتعلق بالسياسة الاجتماعية ولكن بفضل المجودات متاع العطباء والقابلات والممرضين اللي قاموا بالدور سيود عباس في هذا المرحلة اللي كنت فيها موجود في وزارة الصحة قمت بأكثر من حركة تغييرات تنقلات إيقالات على مستوى مضراء الصحة وعلى مستوى مضراء المركز الاتشفائية واللي جان بعدك قام بنفس الشيء واللي كان قبل قام بنفس الشيء متشوفش من وقت قدوم من وقت هذا الصورة اللي يحفظوها الجزائريين تعرك موقف اللي وجهها الوزير المسؤول في الصحة وكأنه هذا الإطار المسير يحس بل الوزير اللي يجي يحاول يعمل نوع من الشهر الإعلامية على حساب الكرامة وعلى حساب القدرة على هذا المسير أنا نطلب منك شوف صحفيين تاكم يعملوا تحقيق في سنة نوص اللي كنت وزارة الصحة كم موذير صحة نقلته عقلية قليل 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 جدا اللي مقاموش بالدورة في المركزية في الوزارة نفس الإطارة اللي كانوا قدم بقاو ولكن ضفت إطارة أخرين شباب اللي كانوا في انتدار رقيت 39 طبيب وجامع اللي كانوا في وزارة الصحة منذ 20 سنة 20 سنة بدون ترقية 20 سنة في الهيك الإدارية تقصد للوزارة مركزية 39 قالك هذه عمرها وقت الأجور الأجور ما تكلمتش عنها ممكن نرجع الموضوع المطالي بتاع النقابات لما نشوفه الآن جمال ولدعبس كان موجود في وزارة التضامن وموجود في وزارة الصحة لكن هذا ما منعش أنه في أكثر من مرحلة يطفو على السطح وتكلم الصحافة على بعض الاحتكاكات وبعض المناوشات أنت تستعمل لفظ مناوشات ما بينه وما بين بعض الوزراء اللي تهموه بالله يحاول أنه يمدد الصلاحيات ويستولي على صلاحياتهم سؤال هذا الموضوع هذا أنا عندي علاقات طيبة مع كل السملاء نحترم كل السملاء علاقات طيبة بعد الأحيان طبعا منفهموش على موضوع ما يتعلق الصلاحيات ولكن ما تمسك بصلاح الصلاحيات أنت ما مستش صلاحيات آخرين ربما ربما يقع يقع بعد المشاكل لأن كان وجودي في الميدان أكثر من الآخرين ربما هذه من طبيعة لما تكون وزير التضامن الوطني التضامن ما هو التضامن هو الجواب الفوري أمام أي أزمة كان زلزال كان فيضان كان حدث مرور كان كريتا تكون موجود وأنا كن دائم لموجود مثال بسيط السيد الرئيس عيننا وعينني شخصيا اليوم 24 بسيط سامبر 99 يومين فيما قبل كان زلزال عين تموشنت بلدي سبت كنا في قصر في المورادية من بعد مجلس الوزراء الأول مع فخمت الرئيس كلمني قال لي أنزل تموشنت أول أمر أنزل تموشنت فيها شحال من خاتل وشحال ورا كش تشلي ثم فايدانات ثم زلزال بني معوش بني ورتي لان في القبيل ثم زلزال بومرداس يعني في مرحلة كوارد تسيرت وزارة تضامن في مرحلة كوارد كانت محتاجة لكم ومحتاجة للوزارة البلد كلها يعني تقصد أكيد طيب هل كانت البلد أيضا محتاجة إلى أنه ولد عباس وزير للتضامن ينزل يعمل جولات تفتشية في الأسواق ويهدد بأنه راح يعاقب التجار ومبعد وزير التجارة يزعف ويقول واش دخل هذا وزير التضامن يجيبه إلى قطاع خارج قطاعه مشي خارج قطاعي إذا وكان نحافظ على حياة المواطنين في شهر رمضان نزلت الأسواق وشفت ونشوف يعني الأسعار النارية اللي كانت موجود في شهر رمضان أنا من حقي ومن واجبي كوزير التضامن الوطني نحافظ على الفئة الهشة من المجتمع ذوي الدخول الضعيف باش نسمح لهم كانت تقفت رمضان طبعا الشربانت على رمضان طبعا ولكن الشراء يعني القدرة الشرائية ما كانت تسمح لهم كنت ماشي نتهدد نبه الوزير الزميل قال اودي هال واجبي ومن دوري وما انت راجعش عليه وكانت تكرر نكررها نقولها تعود تنزل يعني ننزل يغضب ولا يغضبش مشكلته هو ننزل وربي كبير طيب وهذا نفسه الثاني لما تعود ترجع راح تعود ممكن شكوة قال لك عاود نرجع في حد ما إذا احنا نقوله انت راح تقوله كان نرجع ننزل وربي كبير وأيضا ربما حتى نفس الرسالة نقدره نوجوها إلى وزير الخارجية كما وجهت رسالة إلى وزير التجارات اخترت قلوب وزارات ومعليش يغضب وزير الخارجية كي مصرى معامل دلسي والله هذك الفترة انت سنتين وانا وزير مكلف بالجالية نقولها بكل صراحة والآن وقع مشاكل مش معامل دلسي ولكن المشاكل وقعهم معامل بعد الموظفين اللي عندهم العمل الروتيني القديم مديرية الجالية في وزارة الخارجية ايه هذا ويقول لك باللي يعني كل ما يتعلق بالخارجية هم ينساوي باللي أنا قبل ما نكون وزير التادامون كنت رئيس الشؤون الخارجية في البرامن الزائري تلت سنوات ثم بعد بن صالح ثم في المجلس وطني انتقالي وقدمت خدمات قوية وكبيرة بالخصف في المجلس وطني انتقالي لما الجزائر كانت معزولة معزولة نعلم كانت عندي تجربة أنا كنت المبادر مع ميشيل فوزال ميشيل فوزال كان أول ناطق رسمي لميتيرون لخمس سنوات ثم وزير عدم ثم وزير شؤون الخارجية انتعى البرلمان الفرنسي الخمسة زايد خمسة برلمانية احنا لي يعني ديبلوماسية البرلمانية نشطها انطلاقا من الموقع انتعك من الموقع اللي كنت فيه هي بالنسبة لإحتكاك الإسراء على مستوى وزارة الخارجية لما شافوا بأنك مديت صلاحياتك بزاف وجنحك راهم حابين يطفوا بش ياخدوا مديرية الجالية على مستوى وزارة الخارجية ايها وما بقيت حاولوا وراك تشوف انا كنت رفقت فخامة الرئيس السيد الرئيس لكندا لما مشى للقمة الفرنكوفونية في نصو الوقت باش انا مشيت لموريال وتلاقيت مع الجالية لأول مرة كان لقاء ما بين وزير والجالية والجالية في كندا عنا ستين ونسبعين آلاف الان تلاقيت مع مئات منهم لباش نحسسهم باش نبيجوصور ما بين الجالية اللي موجودة في الخارج وهنا في الجزائر يعني الانسان ما يفتخرش قلنا عندي مهندسين واطباء واساتين اعترف الولايات المتحدة اطلقت بهم على شغل بمجمعات الخارجية اذا اذا كان هذا الام هذا الروتيني انت عبكري نقولوها بكل صراحة انا ما نحشوش منها الان ما نيش في الحق بيروقراطية الادارية بيروقر والسيد سلاله مشكور قال لك البيروقراطية مجرمين قالها وقلها فورقلها ونحاربوهم موجودة حتى فيتار تحاكت موجودة البيروقراطية موجودة تعطي امر وتعطي توجيهها لازم تتبعها شخصيا باش تشوف تطبيقها في الميدان هذا مش سهل يعني وزير وزير حفهم وزير معركة يومية اللي يكون وزير ويحب الوظيفة انت ويحب بلاده الصباح ينود عندهم ميلفات النهار كامل يعالج ميلفات كيرغود كينوم في الليل عندهم ميلفات يعني 13-14 سنوات في الحكومة وانا مع الميلفات ولكن ما ندمش بالعكس ذات لي في القوة وذات لي احتفل القوة البدنية طيب عودت عودت قويحيا لمنصب لي يمسك ديوان رئيس الجمهورية ما يسبب لكش مشكلة غدوى لو كانت عودت ترجع للحكومة هو صديقي وكلمته وهو المكان الراجل تعرف هذا الشعار تعجب التحرير الوطني الراجل مناسب لمكان مناسب في هذك المكان هذا هو مكانه مكانه مش في الحكومة لا مثل الحكومة الارى كتر من الحكومة لانه هو كان راجل ميلفات ابدأ انا نعرفه من 93 لما كان كاتب دولة نشوق المغربية مع كافي اطلقنا اول مرة اطلقنا في مجلس الوالو 19 ماي 93 ومنتم مع علاقتكم استمرت استمرت على احترام صدقة صدقة واحترام لكن الصدقة ما منعتوش انه في اكتر من فترة متان في الالفين والسبعة وانت وزير للتضامن ينتقد سياسة اللي تقوموا بها في قوفة رمضان وينتقدها بشكل حد يعني بالعكس اكتر من هذا قال شبه الوزير وليد عباس قال هذا بابا نويل بابا نويل هذا اللي يجي في المناسبات وفي غير المناسبات ينسى الفئات المحرومة ومن بعد كي سألوه قال هذي مثل امسيا وليس ما انا علاقتي مع احترام بكل صراحة لاننا نعرف المهار انتاعه والقدر انتاعه والكفاء انتاعه للملفات لهذا انا قلت الرجل المناسب في المكان المناسب هذي الجيه كوم انقان وقلت هالو قلمته نظن باللي سيد الرئيس ربح البلاد اللي عينوا في هذا المنصب طيب لكن يعني هذي الصداقة اللي تتكلم عليها ممنعتش انك في مرة انك حتى انت الرد عندك الصرف موجود لما تكلم في الالفين وسبعة قلت باللي نفسي التضامن اللي كان هو مشرف عليها لما كان رئيس حكومة يدرك شوف انا مجاهد من قدام المجاهدين وانا كما يقول شوي ارقاز حار شي اللي مثلي تردع لي ولما كنت وزير للصحة حاول انه قال فيه تعليم ما خرجت للصحافة وكأنه يلومك ويحملك مسئوليتك غلطوكم غلطو الصحافة لا كاتبني انا عينت اليوم يومين من باجتني رسالة من عنده اعطني قائمات عاميه واربعين وثلاثين دواء اللي كانت في ندرها هذه اول تعليمه وقمت وقلت لهم قبل رمضان واول يوم رمضان تعديك السنة هديك جبت الصحافة للمطار وجبت الصحافة للبيسياش وللميناء تعالجزائر دواء كان وصل بالتعامل معه ومساعدة وكيف وصل الى انه يبعت رسالة ويلومك ويقول بللي تتحمل ملامش ملامش والله ملام يعني الوثيقات ينشرطها الصحاف تنبيه فقط يعني تعرف الصحافة لكن ترديت قولت بللي هذا وزير رئيس حكومة ولا وزير اول يقوم بمهامه وانا مكلف بمهام رئيس الجمهورية مكلفه كيما راني مكلفني وكل واحد راه وكانك ركت تقول له احكم سابع كل واحد يشتغل بمشكلته وخلاص صار ما صار كان يما كان نطوي الصفحة نعم المهم الان غدوة ان شاء الله يكون جمال والدعباس في الحكومة ولا في مكان وحد اخر راح يتعمل بقى ويحيا بشكل عادي وبشكل مري وهدأ لحد الان لحد الان طيب نسألك في نفس المرحلة هذه المتكل المعليها كان جمال والدعباس ينزل للولايات ويحاول يعني أنه يعني ينقص من المعاناة انتع كثير من الفئات الفقيرة ويلتزم باسم الدولة يلتزم أمامهم بأنه راح يحل المشكل لكن يخرج في الصحافة بكل مرة يقولوا أن البلدية الفلانية أو القرية الفلانية أو الدشر الفلانية تذكر والدعباس وتقول له وراكن سيتنا الوعد اللي عملته ستشهر من قبل ولا عام من قبل قلت لك أنا على البيروقراتية فيما قبل وانت شاطرتني بالبيروقراتية جريمة في الدولة الجزائرية تعطي تعليمات مكتوبة لازم تتبعها كل يوم تعليمة كنت نكتشف بعض الأحيان باللي تعليمات اللي قدمناها ما تتبقش في الميدان لأن ما تخدمش المصلحة متاع المسؤول ليكون في الميدان ولكن لما نمشي لحد الآن ما نشف الحكومة منذ سنة ونص نمشي على مستوى الولايات تشوف الاستقبال نمشي على الشوارع تشوف الاستقبال لأن ما نقولش أنا أحسن من الآخرين ولكن كنت قريب 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 جدا لهم يعني لي كانوا القلوب اللي والد عباس صارغ يقدم في وعود والتزابات وما يقدر شي ينفدها باللي هؤلاء الناس رهم يبلغوا لك ما شي لا يبلغوا كان يشوه الحقيقة بكل صارغ أنا عندي ميزانية كل ساعة من الميزانية لا أسأل الناس خنشلة مشيت عندهم سألوني في حي أكبر حي في خنشلة على الغاز الطبيعي وما عندهمش مشيت لأم البواقي أسأل الوالية وهران الآن سيعب الغني اللي كان والية على أم البواقي قرية معزولة على الغاز الطبيعي ست شهر من بعد كان عندهم الغاز الطبيعي لأن ندفع من ميزانية الدولة لحق المواطنين مشي لها دي فيما يتعلق النقل المدرسي وزعت ما بين 2000 و2010 ما يقارب 4500 حافلة للنقل المدرسي في القرى المعزولة المحرومة ما تشوفش لو كان راك وزير تضامن في الوقت الحاضر كنت قادر تنفع رئيس الجمهورية أكثر كما رأيني ننفع ربما أحسن كما رأني الآن الآن لأنني حر الآن ما نش ملتزم لا مع رئيس حكومة ولا مع التقم حكومي هني حر هني عوض مجلس أمه ونشكر السيد الرئيس لهذا الشرف لأنه البعض يقول انطلاقا من مسئوليته كوزير للتضامن كانت حادث الحملات الانتخابية للرئيس تكون نشطة أكثر ووقودها ووقود الحملات الانتخابية هو جمال ولد عباس هالشي اللي يخونس بهذا وني مريد كما تصور هذا ينفع الرئيس كثير من الآخرين المدرية المدرية الحملات تعمل بعمل لا بأس به بكل صراحة بكل يعني حيرافية وبكل تقنية ترك تسبص ولكن أنا شخصيا كيش ننفع الرئيس أنا الشي اللي يربطني مع الرئيس مع السيد الرئيس هي الوفاء الى الويوتي ما نتخلاش عليها أبدا ويقولها بكل صراحة حبا من حبا وكرهها حتى لذلك اللي كانوا ينتقدوا يقولوا ولد عباسي مدح بزاف وكلمت فخامته هذه تقريبا حضرة عشية ونهار ويقولوا بلي حتى مرة وصل يقول بلي أنا حسنة من حسنة بوتفليقة لا هذه ما قلت هاش ولكن فخامته نقولها ونعن نكررها حبا من حبا وكرهها من كره يا حبا فخامت الرئيس أنا الوفاء تعتقد هذا الوفاء للرجال اللي اشتغلت معهم خوال لك أعطي على الله والرسول هو أول أمر منكم يعني واجب ديني موش برك واجب أخلاقي وسياسي ديني وأخلاقي وسياسي أنا علاقتي مع سيد الرئيس والجميل رد الجميل سيد الرئيس أنه عينني 14 و13 سنة وانا في الحكومة والآن عضو مجلس الأمة يعني على الأقل رد الجميل على الأقل رد الجميل أنا نمشي بأبعد من هذا على اقتماع قبل ما يكون رئيس هي علاقة قديمة علاقة ما أحبه علاقة احترام يعني وهو ناس كاللي يعرفوه كاللي ما يعرفوش اللي ما يعرفوش هو رجل خارق على هذا بكل صراحة وهو اللي يصطح للجزائر وشوح تأخر في المرحلة هذه علاقة في هذه المرحلة ألا هذه هذه لشكة هذه غيبت أنيش عليها سيد وزير أنا فعلا ألغى شكر عليك شكر لك هذه الصراحة وهذا التفاعل مع النقاش حبيت أن أسألك ما عدا مهمتك وزير طبعا أنت ترأس الاتحاد الطبي الجزائري منذ سنوات طويلة نعم يعني أنت موجود في الحركة الجمعوية والحركة التضامنية وش دراك وين دراك الآن في هذه المساحات هل ما زالك تشتغل في هذه المساحات دائما رئيس تحاد الطبي الجزائري دعم النائب رئيس تحاد الأطب العرب ووقعهم بعد المناوشات حاولهم بعد الناس في تحاد الأطب العرب أنا قلت لهم نشوف يا جماعة لما الجزائري تكون موجودة في منصب نشوف نحن المنصب الفارغ ورئيس تحاد الأطب العرب كنت تعرفوا عبد المنعمة أبو الفتوح سابق واللي كان مترشح في الأسيا وفي المرصب التالت 17 فاصل لكن هما يقول عمادة الأطباء الجزائريين يقولوا احنا جبنا عملنا مؤتمر حضروا فيه بأعظم الدول العربية وقمنا بتغيير على المستوى النظام الداخلي وعن استوى قيادات الاتحاد الأطباء العرب وبعدين جمال والدعباس يروح يطعنى في الظهر ويروح يرسل أبو الفتوح بشعود يرجعهم جديد لا احنا موجودين انا موجود احنا من السبعينات تحلت طبي الجزائري شوف انا استقبلت من كل رؤاسة الدول العرب لما يكون مؤتمر عندهم مصر كل بشر الأسد صدام حسين من أمير بشيخ الإمارات أمير الكويت يعني السودان السودان مع صور داب يعني حضورك قديم يعني قديم وعندي علاقات لما تقول تمشي عندهم في أي بلد تحطب الجزائري كنت لقى هذا الدعم يعني هذا مصر فقط لم يحدث فقط يعني حتى معلي إلال أحمر الجزائري صرت مشكلة مع القيادة ويتهم جمال والدعباس أنه يدخل بش يحاول يفرض قيادة على مقاسه لا انا اكتشفت في الهلال الأحمر الجزائري يعني شي اللي مشي البنال الجينائي الجينائي وقدمت يعني وعزلت السيد يعني ببرود علي لما قادية تتعلق بالأموال دول أهلها هذه ما نقبلها تقول يأمن سياسة ولكن أموال العام أموال دولة لهذا وكانوا انتخابات وقعوا انتخابات حرة وجاء واحد جديد ولكن المرحوم بوخروفة خل يعني حالة اللي حبوا يستغلوها من بعد النتال وقفت لهم خلوها اللي أبدا ما تكونش هاج الملاحظ أنه جميل والدعب بس يعني جبها مع ثلاثة أو أربع وزراء جبها مع الوزير الأول جبها دين دعم هذا هالدعم كله يعني عادة الوزراء يحاولوا يشوفوا البيستميني ما يحاولوش يمشوا بزاف في المناطق الملغمة لكن أنت ما تخلي ولا مكان وما عندكش مشكلة من يجيب هذا الدعم كله عن سيدة ربي أبو تفليقة أكيد تبدأ عن سيدة ربي والعلي العاكم إن يسان تشد في الله ما تخافش صح ولكن تكون عندك معلومات آية عصيرة بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون الذين لا يعلمون صدق الله يعني عندك ثقة في كفائتك في قدرتك يسكن عندك المعلومات وعندك يعني رك صادق وراك تاكل على نفسك ما تخافش ما يصروا هذه المشاكل كنت على مستوى الرئاسة ما كانش يحاولو يقولو لك لطف شوية الأجواء أتلم وليقولو لك أنا معاك أمشي للأمام ما شي يقولو يرا معاك كنت نخدم يخليونينا خدمت خدمتي وكنت عاودنا نعاودها نكررها ربما أكتر ونقول لك بكل صارحة لأينا كسبت تجربة وخبرة ولكن معاملتي مع الإخوان مع الزملاء احترام احترام كامل قضية خلافة على العمل فقط مش أكثر عمل عمل أنا نشتك تربة ما أنا كلنا من أمان ما نحبش ما نحبش نملة ما نحبش ولكن منها كبيرة شوية لهذا بعد الأحيان تخلق مشاكل نتحمل المسؤولية تعي المهم هي الغاية وين راح نمشي الهدف الهدف بالتضامن هي تتجاوب مع المواطنين مع المحرومين مع المعوقين مع المعزولين مع المحقورين مع المهمشين مع البطالين هذا هو تبقى يعني متواصل جمال ولد عباس الوزير السابق للتضامن والصحة القيادة في جيب حزب جبهة تحليل الوطني الشكر جزيلا لك على حضورك معنا أنا نشكرك على هذه الدعوة الكريمة وعلى الفرصة التي أعطيت هاني باشر في هذه الظروف الخاصة الآن بتاع الحملة الانتقابية التي تظهر لبعض الناس خار خال عدوية حملة الانتقابية عادية لنا أنا نشكرك لأنها ونشكرك شروق تي في لأنها نتبعكم تبعكم وحرافة وحرافة اللي كتبتوها في وقت قصير جدا هذه تشرف البلاد وإن شاء الله مزيد من انتصارات أخرى ونتلاقوا إن شاء الله إلى ربي طولنا منها 18 أبريل إن شاء الله أشكركم أيضا أقول نلتقي قبل 18 أبريل أكيد لنقول إلى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيعه ودائعه مع ضيف آخر وضيق أخرى إن شاء الله الأسبوع القادر في نفس التوقيت انتظرونا ترجمة نانسي قنقر